بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن شرط استقبال القبلة وهو من شروط الصلاة الاختلاف في تحديد جهة القبلة إذا كان هناك مجتهداني فاختلفها في تحديد جهة القبلة فهل يتبع حدهما الآخر؟ حدهما يشير إلى جهة والآخر يشير عكس هذه الجهة قالوا لا يتبع حدهما الآخر لأن كل واحد منهما مجتهد ويعتقد خطأ الآخر وإنما يصلي كل منهما إلى القبلة التي اجتهد إليها أما إن كان الاختلاف في الانحراف أو الميل قليلا إلى اليمين أو إلى الشمال أو إلى الشرق أو إلى الغرب فإنه يتبع حدهما الآخر ولا باسا في ذلك المقلد إذا كان معهما مقلد ليس له اجتهاد ليس له ليس مجتهدا وإنما مقلد فإنه يتبع أوثقهما عنده من يرى أنه أوثق علما وقدرة على تحديد القبلة فيتبعه ويصلي معه مسألة من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قالوا إن كانت الصلاة لم يخرج وقتها فإنه يعيدها في وقتها أداعا وإن خرج وقتها صلىها قضاء لماذا؟ قالوا لأنه لم يأتي بما يجب عليه لم يكن مجتهدا ولم يقلد مجتهد فكان بذلك مفرطا فوجب عليه القضاء حتى ولو أصاب القبلة حتى ولو كان بهذه الصلاة أصاب القبلة لأنه يكون حينئذ أصابها من باب الصدفة وقال بعض العلماء أنه إذا أصاب القبلة أجزأه ولا يعيد الصلاة لأنه صلى إلى جهة تميل نفسه إلى أنها القبلة وغلبة الظن يكتفى به في العبادات فإذا أصاب القبلة لا نلزمه بالقضاء وهذا هو الراجح والله أعلم وهل الحذر محل للإجتهاد أم إذا كانوا في صحراء أو في مكان ليس فيه ما يدل على القبلة المذهب ليس محلا للإجتهاد يعني الحذر إذا كانوا مقيمين في مكان فيه بناء وفيه مساجد وفيه ما يدل على القبلة فقالوا ليس هذا محل الإجتهاد وإنما محل الإجتهاد إنما إذا كانوا في صحراء أو في البر في مكان لا يستطيعون أن يعرفوا القبلة مسألة هل يجتهد العارف بأذلة القبلة لكل صلاة؟ قالوا يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة فإذا كان يصلي صلاوات كثيرة وهو في الخلاة في الصحراء وإذا جاء وقت الصلاة فإنه حينئذ يجتهد لصلاة لو صلى الظهر مثلاً يجتهد في القبلة لبيان جهة القبلة ثم إذا جاء العصر فيجتهد وهكذا وابن عثيمين رحمه الله يرى أنه إذا اجتهد لصلاة واحدة فإنه يصلي بقية الصلاوات إلى هذه الجهة التي اجتهدها مرة واحدة ما لم يكن أو لم يظهر له سبب يدعوه إلى إعادة الاجتهاد مسألة صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختلف الفقهاء في ذلك قالوا أنها لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلاً للبيت كله لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح والقول الثاني أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة وتصح صلاة النافلة في الكعبة وفوقها يعني على سطحها واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن رسول الله صلى في جوف الكعبة ركعتين نافلة الشرط التاسع وهو الشرط الأخير النية في الصلاة تعريف النية في اللغة القصد وفي الشرع العزم على فعل العبادة تقرباً لله عز وجل والنية تميز العبادات عن العادات وكذلك تميز العبادات بعضها عن بعض فتميز صلاة الظهر عن صلاة العصر وصلاة الفريضة عن صلاة النافلة وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار النية بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى محل النية محلها القلب فلا يتلفظ أو لا يتلفظ بها الإنسان ولذا قال الرسول سلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والتلفظ بها يكون بدعة والله أعلم